مع التقدم الرقمي على مستوى العالم والمكانة البارزة التي أخذتها التكنولوجيا في عصرنا الحالي أصبح للأطفال ناصيب من هذا التحول لكن ما يتم طرحه عبر المواقع الإلكترونية قد لا يتناسب مع الأطفال ومن هنا توجه الشباب البحريني المختص في الأمن السيبراني إلى العمل على وضع العديد من الرسائل التوعوية والمحاضرات التثقيفية للناشئة وأولياء الأمور محاضرات تثقيفية ورسائل توعوية يقوم بطرحها عدد من الشباب البحريني المختص بالأمن السيبراني والتي تحمل بين ضياتها الطرق المثلة الواجب اتباعها لحماية الأطفال والناشئة من كافة الهجمات الإلكترونية التي قد يشنها قراصنة الإنترنت مستقلين عدم وجود الوعي الكافي لدى هذه الفئة العمرية اليوم مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يحصل في جميع أنحاء العالم أصبح كل شخص مستهدف لطالما يتصل بالإنترنت فمن واجب كل ولي أمر أن يوعي أبناءه في مجال الأمن السيبراني والطرق المستحدثة لاستهدافهم نحن كمتخصصين في هذا المجال ندعم وبقوة تكثيف الدورات والورش الدعوية بالإضافة إلى إدراج منهج مختص بالأمن السيبراني وحماية المعلومات يقدم للطلبة بأسلوب مبسط بما يتناسب مع مختلف الفئات الدراسية طرق متعددة قد يقوم بها قراصنة الإنترنت لا يدركها الأطفال والناشئة ومن هنا تأتي أهمية توعية أولياء الأمور والأطفال لأنفسهم بكافة المخاطر المحدقة بهم عند تعاملهم مع الغرباء في مختلف البرامج والألعاب الإلكترونية المتصلة وبشكل مباشر بعالم الإنترنت دائما نقدم ورشات توعوية حق الأطفال والمراهقين عشان ننبههم على الخطر اللي ممكن يواجههم من خلال استعمال الإنترنت ولازم بعد يعرفون شنو هي هذه المخاطر اللي واحد من نوعها هو الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلكتروني يعتبر من أكبر المخاطر اللي تواجه الأطفال لأنهم ما يعرفون حد الثقة اللي لازم يعطونها للغرباء نكلمهم عنها وعن نوع الأخطار اللي ممكن تواجههم من هذه البرامج نسألهم دائما علشان نخلق الوعي عندهم من حوادث أصلا صارت حقهم كمثال نسألهم عن الألعاب اللي يلعبونها شنو نوعها يعني فيه ألعاب مختلفة في الأونلاين يلعبونها الأطفال ننبههم أنه في الدرشات أو في التشات ما يشاركون معلوماتهم الشخصية مثلا الأمن السيبراني وحماية المعلومات وطرق العمل بها هي أساليب بدء المختصون من الشباب في هذا المجال بالعمل بها لتعزيز الوعي بطرق حماية الأطفال والناشئة ليكونوا قادرين على التعامل مع هذا العالم المتغير والتحول الرقمي بعيدا عن كافة الأخطار التي قد تواجههم عند الاتصال بالإنترنت تعد حماية الأطفال من التهديدات الإلكترونية مطلبا ضروريا وملحا في الفترة الحالية ومن هذا المنطلق حمل الشباب البحريني على عاتقه فكرة تعزيز مفهوم التوعية للأطفال وأولياء أمورهم من خلال تقديم الرسائل التوعوية والدورات التدريبية لتحقيق هذا الهدف بأسلوب سهل وبسيط خلال جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر